السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الخميس تسعة تشرين الثاني نوفمبر طبعا القمر الآن موجود في برج العذراء وفي ساعة الصباح رح ينتقل لبرج الميزان يعني ساعة ثمانية وسبع دقائق صباحا من صباح اليوم الخميس بنتقل للميزان ورح يظل في الميزان لغاية ساعة ستة وثمانية وثلاثين دقيقة من مساء يوم السبت 11.11 لينتقل القمر بعديها لبرج العقرب طبعا القمر الآن موجود في منزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ثمانية وسبع دقائق من صباح اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل طبعا القمر بما أنه موجود في برج العذراء لغاية ساعة الصباح معناته منظل على طبعتنا الجادة من المزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة أو البدء بنظام غذائية أو تمارين رياضية بتساعدنا في الحفاظ على وزننا ومنذهب للعمل بحيوية ومنركز في جميع التفاصيل والتدقيق بكل شيء نكون منظمين جدا نادرا في هاي الفترة الأشخاص اللي حولينا أنهم بقدموا من أنواع الدعم المالي أو العاطفي لأن العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر أكثر بدكوا تحذروا من الوهم والوسواس في هاي الفترة وهي أفضل فترة ممتازة للتخلص من عداد سيئة تدخين شرب كحوليات مهدئات مخدرات ويمكن الحصول على حيوان أليف أو تربية حيوان أليف وقراءة كتاب مفيد والبدء في عمل جديد وتعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التزديس إيجابية بين عطارد وبين بلوتو هاي الزاوية طبعا هي بدأت تأثيراتها يوم 5-11 ورح تستمر لغاية 12-11 اليوم ذروتها ساعة 12 و 16 دقيقة بعد منتصف هاي الليلة بتزيد من حد الذهننا وحدثنا ونقدنا وبتمنحنا حب للعدالة والاهتمام بالأمور الغامضة بتساعدنا على تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة برضو بتدل على إشادة الصحف ووسائل الإعلام بمجهودات الدولة في محاربة الجريمة وكذلك التحولات الجذرية اللي أنجزتها الدولة في بعض القطاعات لتجديدها أو إحياها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة 24 دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع أما بالنسبة للزاوية الأخيرة قبل خلو المسار هي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة 54 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبرضو بصير في عنا ثقة بالنفس ومنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة أربعة وخمس وخمسين دقيقة صباحا من صباح اليوم الخميس ورح يستمر لغاية الساعة ثمانية وسبح دقائق صباحا ليستقر القمر بعديها في برج الميزان هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ثمانية وسبعة دقائق صباحا خلاص القمر بكون انتقل واستقر في برج الميزان عشان هيك تبدأ مرحلة ممتازة جدا أو وقت ممتاز عاطفيا من قوة فيها الروابط العاطفية مع الأحبة أو تحسين علاقة زوجية يعني كان فيها بعض التوتر في الفترة الماضية منكون نشطين أكثر اجتماعيا من ميل للإسترخاء والتأمل بيكون الحب الرومانسي واضحين بين العشاق ولكن بيظل عنصر الغيرة بيلعب دور في العلاقات اللي لسه بتبلش جديد أو فيها بعض التوتر غير يشكوا من هذا الأمور خلال الفترة بننجح في عملنا الفني ويمكننا تنفيذ مشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو إعادة تزين البيت أو ديكور المنزل أو المكتب أو شراء حاجيات أو أشياء جميلة ومميزة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة هذه الزاوية رح تكون الساعة 10 و22 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بتعجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح عندنا البنكرياس، الأمعاء الدقيقة، الأعور، القولون، الجهاز الهضمي، الـ 12 المستقيم، أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين أما من ساعات الصباح وما بعد بصير عندنا الكلا والحالب، المثانة البولية، الأوردة، الجلد كعضل اللمس، البنكرياس، الأنسولين، أسفل الظهر والزائد الدودية بالنسبة لهذا اليوم طبعا لا يوصى بإجراء العمليات الجراحية في فترة خلو المسار ولكن ما قبل خلو المسار أو ما بعد خلو المسار وبعد خلو المسار أفضل للعمليات التجميل ولكن بدكوا تنتبهوا لأمور الجلد لأنه ممكن يصير بعض الالتهابات أو التحسس أما بالنسبة لإزالة الشعر الزائد فطبعا لا يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الميزان معنى تخلو المسار القادم بيبدأ ساعة ثلاث وخمس دقائق من عصر يوم السبت 11-11 وبيستمر لغاية الساعة 6 و 38 دقيقة مساء لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 25 يوم في تمام الساعة 12 و 6 دقائق بعد منتصف الليل الليلة الخميس على الجمعة بيصير 26 يوم نسبة الإضاءة 12% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 منتحس الآن بنسبة 75% في ساعات المساء منتحسي بنسبة 50% القمر في العذراء وبدو ينتقل للميزان زي ما حكينا في ساعات الصباح ورح يظل في الميزان ليوم 11-11 سعيد الآن بنسبة 70% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 45% في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 60% عطارت في العقرب حتى يوم 10-11 منتحس بنسبة 40% الزهرة في الميزان حتى يوم 14 منتحس بنسبة 35% المريخ في العقرب حتى يوم 24-11 منتحس الآن بنسبة 15% في ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 15% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً بالضل من الآن لغاية ساعة الصباح العمل بيتراكم أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم ولكن بدكوا برضو تنتبهوا من المشاكل اللي ممكن تصير ما بينك وبين زملائكم بالعمل وانتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاولوا إيجاد الحلول وعالجوا المسائل الطارئة للتوصل لأي اتفاق أما من ساعات الصباح فهنا بترغبوا في تعزيج هراكاتكم ولكن القمر بصير مقابلكم تماماً فعشان هيك جيد للأعمال اللي بحاجة لمساعد لإلكم فيها ولكن بتتعقد الأمور لأنه طاقتكم بتكون ضعيفة وبتطرأ بعض البلبلة عالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضعية وحاذر القطيعة والدعاوة القانونية خلال هذا اليوم لأنه خصمك اليوم قوي والعرقي لبتستفزك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً بتظل الرغبة قوية فالتقرب من أحباكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم وبحيطك الوضع الفلكي بالحيوي والحماس إلى متابعة المساعي وللتواصل مع المحيط وممكن تكون هاي ساعات فيها شوية يعني دعم عاطفي أو بعض الحدود ولكن في فترة خلو المسار ما تعتمد على الحظ نهائياً وابعد عن أي سوء تفاهم أو مشاكل ممكن تصير ما بينك وبين أحد الأحبة أما من ساعات الصباح فبيبدأ العمل بتراكم لديكم فعشان هيك بتكون تنتبهوا لعملكم وتنتبهوا لصحتكم بتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي فبدك تحاذر منه يتراكم عندك العمل وبدك تحاذر أيضاً من بعض المشاكل الصحية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعاً بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية من الآن ولغاية ساعات الصباح بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتشعروا ببعض الحزن والتعب من وقت لآخر ممكن بنسبب سوء تفاهم أو تراكب بعض الأعباء أو مثلاً متطلبات تصليحات أو ترميمات أو بعض الخلافات أو صحة أحد أفراد العائلة وممكن تبحث عن ملاذ آمن أهم شيء إنك ما تنتقد أقرب الناس لا إلك أما من ساعات الصباح فهنا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الأجواء وحاول إنك ترجع العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن إنك تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة تعتبر فترة إيجابية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بتكون أكثر وعيا على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن وما تدخل في نقاش حاد مع أخ أو جار بظل إنه في بعض اللقاءات المهمة أو الاتصالات المفيدة اللي ممكن تجريها من الآن ولغاية ساعات الصباح أو تجري أبحاث ومفاوضات ناجحة أو تقوم بزيارة ولكن إذا كان عندك امتحان أو فحص في ساعات الصباح خصوصا في فترة خلو المسار لا تعتمد على الحضوض أما من ساعات الصباح فهنا وما بعد بتفضل التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية موسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة اتجنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية حاول أنك تواجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك ولا تفرض رأيك فترة مناسبة للسفر والاستثمار بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بتكون تخففوا من النفقات قدر المستطاع وتبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وتحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع ممكن تناقشوا موضوع مالي أو تحصلوا على بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي مستردات، هبات أو دعم ولكن في نوع من أنواع المصريف وأيضا لا تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل أما من ساعات الصباح وما بعد فهوانا بتنشطوا في مسائل بتتعلق بالسفر والاتصالات وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتكثر النشاطات على حسب حق الاختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة وباستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بهضوح وصراحة عن مواقفك أهم شيء أنك ما تتردد بالتحرك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتشعروا بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على سيطرة على زمام الأمور بتكون مميز بأداءك وفترة واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة وممكن تطرح أفكار جديدة وتجتهد على إنجاح مشروع جديد في حماسة ولكن في فترة خلو المسار شوي بتقلب المزاج عندك ممكن تكون عصب شوي أما من ساعات الصباح وما بعد فهنا بتعيدوا ضبط ميزانيتكم لا تتهربوا من تقديم المساعدة إلى قريب أو حبيب لا تبالغوا بمصاريفكم كونوا معتدلين وموضوعيين في النقاش والمساومة ممكن تهتموا لأمور مالية أو استشفائية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بيتطلب منكم الوقت هذا من الآن ولغاية ساعات الصباح اللي انتباه بشكل جيد لصحتكم لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بتشعر ببعض التعب بتفكر في إلغاء الموعيد والابتعاد عن الأضواء احمي نفسك من المحتالين بظل الوتيرة عندك هادية شوي بتتراجع الأرباح والحيوية يا لان ها فترة ما زالت محبطة ومخيبة للآمال أما كل ما اقتربنا لساعات الصباح أكثر يعني الأجواء بتتحسن أكثر من ساعات الصباح عندما ينتقل القمر ويستقر في برج الميزان تستعيد حماستكم تنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينكم أو على مظهركم تقوى نسبة النجاح وبتشتد عزيمتكم وبتنقلب المعطيات من تلقى ذاتها لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتنشطوا من الآن ولغاية ساعات الصباح اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة ولكن لأن القمر بيقترب لبيت المتاعب حاول أنه شوي تمسك أعصابك ممكن يصير سوء تفاهم ما بينك وبين أحد المعارف أو الأصدقاء أو بمناسبة اجتماعية سوء تفاهم حاول أنك ما تكبر الأمور وما تتحسس لأنه شوي الأجواء صعبة وحاول أنه لأنه الأيام القادمة لغاية يوم السبت بدها حذر من ساعات الصباح وما بعد القمر بوصل لبيت المتاعب فهو أنا بدك تدير بالك بدك تنتبه أكثر لصحتك لا توقع على عقد ما تبدأ عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء ولا تقرر على شيء عشان ما تخيب آمالك وحاذر من البلبلة والالتباسات يعني اعمل بشكل روتيني برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهمش إنك ما تجازف بسمعتك أو حتى باستقرار وظيفتك وتجنب التصرف الارتجالي ركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لآخر ونظم أعمالك عشان تقدر تنجزها بالكامل من الآن ولغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بتلتقوا الأصدقاء بادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق إن بيطمئن بالكم لأنه اليوم ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم أو يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء الأصدقاء أهم إشي أنك ما تستسلم كرر المحاولات عشان تمشي الأمور معك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات من الآن ولغاية ساعات الصباح ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن فيه اندفاع وحماسة رح يتركوا أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة تطمئن خواطرك وبتختفي الهواجس يعني ما زالت فترة إيجابية ولكن انتبه أثناء قيادتك للسيارة وبرضو إذا كان عندك امتحان أو مقابلة ما تعتمد كثير على الحدود أما من ساعات الصباح وما بعد بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية بتخضع لعدة تجارب مهمة أهمش أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن قدم أفضل المستطاع لأنه الفترة هاي شوي فيها بعض القلق والتوتر برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بيظل التركيز على الأموال المشتركة من الآن ولغاية ساعات الصباح فعشان هيك بتكون تخففوا من النفقات وبرضو صحتكم أو صحت قريب لعلكم بتكون بحاجة للرعاية بدك تكون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي أو التسلط به ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف وما تهمل لا ملف ولا قضية أما من ساعات الصباح وما بعد فهوان بتنشغله في مسائل بتتعلق بالسفر والاتصالات البعيدة وبكون الوقت مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان برضو ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة أو تناقش موضوع بقوة وذكاء وتتجرى على رفض أي شيء ما بناسبك أهمش إنك ما تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر أي فترة مناسبة لخوة تجربة جديدة أو امتحان أو مقابلة وبرضو بعض موليد برج الدلو ممكن يكون عندهم سفر برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركائكم سواء بالعمل أو العاطفي من الآن لغاية ساعات الصباح ولكن بدك تكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم نصك بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل في هذه الفترة لأنه ما زال الضغط موجود وممكن الأمور تكون فيها صعوبة وإحذر من سوء تفاهم أما من ساعات الصباح وما بعد وأنا بتنهمكم في إعادة تنظيم أموركم المالية لا تهملوا صحتكم تصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معك من الفترة الماضية بتلاقي أعمالك صدى طيب أهمش أنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر